من يومين بدأت أسيوبيا في المرحلة التانية لملء سد النهضة ومع أول تحرك مصري رسمي في الموضوع تعالوا نتابع إيه اللي حصل بس قبل ما نبدأ معاكم ياريت تشرفونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الكرس على الكل علشان يصلك كل جديد قبل أي حد وصل للدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرأي المصري خطاب رسمي من وزير الرأي الأسيوبي وفيد بأن أسيوبيا حتبدأ في عملية الملء للعام التاني لخزان سد النهضة الأسيوبي قام وزير الرأي موجه خطاب رسمي لوزير الرأي الأسيوبي برفض مصر القاتع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقا صريحا وخطيرا للاتفاق إعلان المبادئ كما أنه يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية بما في ذلك طبعا نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواصيك تلتزم أسيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالح حلمائية وتمنع الإدرار بها وقامت كمان وزارة الخارجية بإرسال الخطاب الموجه من وزير الرأي دوت إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لأحاطة المجلس والذي سيعقد جالسته حول قضية سد النهضة يوم الخميس 8 يوليو 21 بهذا التطور الخطير من جانب أسيوبيا والذي يكشف مجددا عن سوء نية أسيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول مصر والسودان وأسيوبيا ويحد من أضرار هذا السد على دولتي مصر والسودان لأن التطور ده من جانب أسيوبيا حيؤدي إلى وضع يهدد الأمن والسلم إقليميا ودوليا وواضح كده أن أسيوبيا مش هتجيبها البر كنت معاكم لطلعكم على آخر التطورات وياريت اللي لسه بتابع معانا الخبر يشترك دلوقتي حالا في القناة ويفعل زر الجرس على الكل علشان يصلك كل جديد والأخبار في وقتها وشكرا لكم اشتركوا في القناة